موسيقى إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون أنترنت أو زوروا موقعنا على الأنترنت ستجدون الروابط في صندوق الوصف السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة جيل بذور الكتان وهي خلطة سهلة جدا يمكن تحضيرها في البيت للاستفادة من هذا الجيل في تنعيم البشرة وشد البشرة أيضا هذا الجيل يمكن استخدامه لأشعر قبل أن نبدأ هذه الوصفة لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو أيضا الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الضغط على زر أبني أيضا تفعيل الجرس لتوصل دائما بجديد القناة جيل بذور الكتان هو مثل جيل الصبار يمكن استخدامه كبديل عنه وهو مرتب للبشرة وأشعر ويستعمل في العديد من الوصفات للمكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان وسنحتاج إلى كأس مقدار 150 ملي لطخ من الماء نأخذ كسرونة أو إناء نضع به الماء وسنضع بذور الكتان لكم تحضير كيمية أكبر من هذا الجل لأنه يستعمل في العديد من الوصفات وسأقدم لكم إن شاء الله قريبا العديد من الوصفات يستعمل فيها جيل بذور الكتان سنقوم بعد ذلك بتحريك هذا الخليط وسنقوم بوضعه على نار هادئة بعد وضع هذا الخليط فوق النار يجب تحريك هذا الخليط وعدم توقف على تحريك الخليط لمدة 15 دقيقة أو إلى حد أن يغلي هذا الخليط بشكل جيد الصورة موضح فيها طريقة يعني عمل هذه الخلطة أو طريقة مزج هذا الخليط فوق النار بعد أن يغلي هذا الخليط ستلاحظون تكون رغوة في هذا الخليط وسيصبح المزيج أكثر سماكة ولزوجة الجميل في جل بذور الكتان أنه يعود جل الصبار إذا محتاجنا استعمال جل الصبار في بعض الوصفات الطبيعية ولم يتوفر يمكنكم الاستغناء عليه واستعمال جل بذور الكتان سأن طريقة تحضيره سهلة بالنسبة لطريقة تصفيته لأن بعد طهي بذور الكتان تصبح لازجة وصعب تصفيته سأريكم طريقة سهلة تساعدكم على تصفية هذا المزيج يعني بعد غلي هذا الخليط جيدا بهذا الشكل سنتركه إلى غاية أن يبرد قليلا بعد ذلك سنمر للمرحلة الثانية وهي تصفية هذا الخليط للحصول على جل بذور الكتان الأحماض الأمينية الموجودة بذور الكتان على علاج الأمراض التي قد تصيب البشرة والجل مثل الإكزيمة والصدفية ويقوم على إزالة حروق الشمس والوقاية من سرطانات الجل بالإضافة إلى ذلك فإنه يستخدم في علاج حب الشباب والتخلص من آتاره كما تعمل أحماض الأمينية على إزالة الدهون التي تعمل على سد مسام البشرة بالنسبة لطريقة تصفية هذا الخليط بعد أن يبرد نقوم بأخذ إناء نضع فيه قطعة مناء القماش يعني ترقيقة تساعدنا على فصل الجل عن حبات بذور التين الشوكي نجمع قطعة القماش بهذا الشكل كما تلاحظون وسأقوم بالضغط جيدا إلى غاية أن يخرج الجل كما تلاحظون في الصورة طريقة يعني سهلة استعملوا قطعة قماش لأنه هي الطريقة السهلة التي ستساعدكم على فصل الجل عن حبات بذور الكتن أجلكم الاحتفاظ بهذا الجل لمدة شهر كامل وذلك بوضعه في الثلاجة وتوريكم أيضا طريقة استخدامه يمكن تطبيقه لوحده مباشرة على البشرة فهو يشد البشرة أيضا يزيل آثار الحبوب الموجودة في البشرة يزيل الإحمرار والتواهج الموجود بالبشرة ولديه العديد من الفوائد أيضا يزيل التجعيد الموجودة حول العين يجب تنظيف البشرة بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الجل على البشرة بقطعة قطن أو بواسطة اليد نتركه لخمسة عشر إلى عشرين دقيقة بعد ذلك يمكنكم تنظيف البشرة كما قلت يمكنكم استعماله لوحده كما يمكنكم خلطه مع وصفات طبيعية أخرى سأقدمها لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة جميع أنواع البشرة يعني دهنية جافة يمكن استعمال هذا الجل عليها وهذا الجل لا يسببه أي حساسية للبشرة يمكنكم استخدام هذا الجل على البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة أيضا سيساعدكم على تنعيم وترطيب البشرة الجافة هناك وصفة أيضا يستعمل فيها جل بذور الكتان لتنقية وتبييد البشرة نقوم بأخذ ملعقة كبيرة من الأرز المطحون أو دقيق الذرة وسنقوم بمسجها مع ملعقة كبيرة من هلام بذور الكتان أو جل بذور الكتان إلى غاية الحصول على خليط متجانس بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على بشرة نظيفة نترك هذا الخليط إلى غاية أن يجف يعني تقريبا خمسة عشر أو عشرين دقيقة بعد ذلك يمكنكم تنظيف البشرة وبعد تنظيف البشرة نضع أي تونر للبشرة أو أي كريم مرتب للبشرة كما يمكنكم استعمال ماء الورد هناك العديد والعديد من الوصفات صراحة بذور الكتان من البذور رائعة جدا في تبييد وترطيب البشرة وتنعيم البشرة وشد البشرة أيضا مفيدة جدا للشعر في تنعيم الشعر أيضا تكتيف نمو الشعر سأقدم لكم إن شاء الله قريبا فيديو عن استعمال بذور الكتان لأشعر بالنسبة لهذا الجل أو هذا الهلام ليس لديه أي رائحة كما تلاحظون ويمكن الاحتفاظ به لمدة شعر في الثلاجة شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا دعم قناتنا بلايك لهذا الفيديو أيضا نشره ليستفيد منها عدد كبير من الناس أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومات مفيدة شكرا على وفائكم الدائم للقناة لا تنسوا أننا نقدم فيديوهات بشكل يومي على القناة تتضروا منا كل المزيد والمفيد على قناتكم معالمك سيدتي مع مريم إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر